أطلقت السلطات الإيرانية حملة جديدة لإلزام المواطنين باحترام معايير اللباس والمظهر الإسلامي وجندت لهذا الغرض سبعين ألفا من عناصر شرطة الأداب العامة في طهران وحدها تفاصل وأكثر في تقرير رائب بدوي بوادر صيف حار بدأ لهيبه يهب على طهران ومعه زادت السلطات الإيرانية من تشددها في تطبيق معايير اللباس الشرعي ففي خطوة ملفتة وسعت شرطة حماية الأداب العامة دائرة المحظورات لتشمل ظاهرة تزين بعض شباب الجامعات بسلاسل الرقب والمعصم وكذلك جنوح البعض الآخر لتقليد تسريحات الشعر الغربية إضافة إلى الوشم وأقراط الأذنين بطبيعة الحال هناك أناس لا يعجبهم الالتزام بالمعايير المفروضة وأنا لا أفهم لماذا علينا أن ننصع السلطات الإيرانية بدأت منذ مدة حملة متصاعدة تأتي في سياق الرد على ما اعتبرته استغلال بعض المواطنين لسياسة غض الطرف التي انتهجتها الشرطة منذ بداية التسعينات من القرن الماضي والتي نتج عنها برأي بعض المتابعين ازدياد في مستويات التحايل على تطبيق المعايير الشرعية في اللباس الإسلامي وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فأن 70 ألف شرطي وشرطية تم حشدهم في العاصمة الإيرانية وحدها للعمل على مكافحة ما تعتبره السلطات تفلتا من الالتزام بالمعايير المطلوبة في حجاب المرأة بشكل عام ككشف معظم شعر الرأس وارتداء السراويل الضيقة والقصيرة وأفاد مسؤولون في الشرطة بأن مخالفة النساء للقوانين المعتمدة في اللباس ستعرضهن هذه المرة لعقوبة التوقيف وفي خطوة غير مسبوقة أعلن مسؤول في شرطة الآداب الإيرانية أن عناصرها ستلاحق ضمن الحملة المذكورة أصحاب المحال التجارية التي تبيع الألبسة النسائية الكاشفة التي تعتبر منافية للحشمة الأمر الذي يفهم منه أن السلطات ماضية بتطبيق مفاهيم اللباس المعتمدة في إيران بحمية تفوق حرارة الصيف